اشتركوا في القناة ودي رسالة لكل الطوائف ورسالة لكل الاحزاب وكل الطرق وكل الجماعات الناس اللي بيزعلوا من هذه الدعوة المباركة وتلقاهم يتنطنوا من هنا او من هناك التعارف زعلانين من هذه الدعوة والدعوة دماشي النبي عليه الصلاة والسلام اول حاجة قال ليك لا تزال طائفة من امتي على الحق اول حاجة عرفة ان الدعوة دعوة حق ما دعوة باطل على الحق ظاهرين واضحين يعني ما مندسين هسا هنا اكثر ناس ولا الناس الوحيدين اللي بيجوك في السوق وكلامنا في السوق جوا البيت في الجامع تحت السرير واحد صوفي اهل الشرك وهالبدع وهالكفر بالله عز وجل واحد ولا بنغيره يعني هسا لو جدني في البيت ما بيقول لك طبعا الموضوع ده بر هناك لكن تحت تحت الجماعة دي لأخواننا لا لا جوا برد وبرد مك كله في النوم والله لو نايم يا صوفي لو جدني في الحلم بنجمك نايم ما بخليك تب تلعب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم عرفت وابندعو اخواننا جزاهم الله خير عرفت ما يشتغل بايز اول زعلان لا يضرهم من خذلهم او من خالفهم الزولة الخالفة ما بعمل لك حاجة بعمل لك حاجة الرسل عليه الصلاة والسلام خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي النبي ومعه الرهض ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي وليس معه احد نبي مرسل من الله تبارك وتعالى بيجيهم القيامة ما يستجاب له ولا ازل واحد ولا ازل هل النبي ده ما عنده حكمه عنده حكمه ولا ما عنده حكمه عنده حكمه دعوة دعوة حك ولا ما دعوة حك دعوة حك طيب الناس ما قبله ليه معناه الناس مرض ما الدعوة الناس المرض فنحنا بنشتغل باقي يا صوفي جبلت الكلام ده مجموعة الاخوان المسلمين وكذلك جماعة أنصار السنة وغيرهم أنصار مهدي حزبا مجاكو تحرير شعبي وطني ليبي والهم أشذاب فارغة ما أنزل الله بأي من سلطان وسوف تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وأبعد أقول لي الوحدة دي المنو النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الكتاب السنة بفهم السلف الصالح ما بفهم أبوك الشيخ البرعي لأن البرعي فيهم الدين غلط وجبك مشرق وكذلك الكباشي والمكاشفي فيهم الدين غلط أخوان المسلمين فيهم الدين غلط بيقوا بتعين تفجير وداعش وغيره بيقوا جزارة سايد هل ستذول فهم الدين فهم الدين بتبكى جزاري يا ريت الله بيضبح بقر وغنم يضبح في المسلمين عرفت وأنصار المهدي برضو فيهم الدين غلط لبسلان طاقية زي بتاع الفرون طول كده الله أكبر ولله الحمد ما لك قال أبونا الشيخ المهدي إن الريندكالية هي أصل السيندكالية وإن الأصل كإنكفاء كالحداثة كاستلام الله أكبر أجنوزاته استلام تمام نصيح أنت كلها دعوات فارغة يا أخي فدعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة واضحة واضحة دعوة بين دعوة التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقود أن يعبدوا الله وحده لا شريك له واجتنبوا الطواغيد كل الطواغيد عشان كده الإمام الحكمي قال ومن على القبر سراجا أو قدا أسمع الكلام داي أصوفي أدلعب عمل لك جبة وبالطوفة الجبة حقا الشيخ ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجداء فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولا عن فاعله كما روى أهل السنن بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفاتي والتمثوا الحاجات في موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صارهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال وبالنفس وباللسان فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو مهنة الإسلام مهنة يا صوفية مهنة إنته نشرت الشرك ونشرت البدع والكفر بالله تبارك وتعالى رفتها من كده نخليكم والحلقة دي إن شاء الله عز وجل ماشا والناس بتحضر وبتفهم الحاصل وتواثم على الحلقة دي كل سبت واربا إن شاء الله جزاكم الله خير